ما شاء الله تبرك الرحمن يعني هذه الأمرة من تلك الجميلة يعني حاجة لطيفة جدا ريتاج ريتاج دي قصة حياة إيمان يعني كل إيمان كده متلخصة في ريتاج صح احكيلي بقى عشان العلاقة دي ناس كتيرة عايزة تشوفك أنت وحبك أنت وحضنك أنت وحياتك زي ما انت قلت بالزبط أنا حياتي كلها متلخصة في ريتا كتير ما ابقاش فكرة أي شيء قبلها قبل ما أنا بدها 2011 فـ دايماً ما بدقيش كلام يوسف حساسي اتجاهها نحن Nation نحن Nation Nation كان سردتاش أكتر، بس أنا لسه متخنق معاها وليس هي بقى مزيدة آآ زعلتني من بس حالة كل يوم منتخنق آآ كل يوم بنتخنقنا النهاردة آآ كل يوم بنتخنق آآ بس عموما يعني أنا ما بقيش أي حاجة تفسر إحساسي تجاهها خالص آآ أو كلام عادي كده يتقال آآ ف... هيا الحياة عموما يعني إنتي احكيلي احكيلي بتتخنقوا على إيه؟ بتختلفوا في إيه؟ هي دايما نتخلق على نفس الحاجات عموماً بس يعني مش بنختلف حاجة أنا مامي زي بعض بالضبط يعني نغلط نفس الحاجات وكده بس في الأخل بنصرح بعض عادي يعني أيوة يعني أنت دلوقتي كل ما بتكبري خناءاتكو بتتغير بتبقى حاجة تانية عشان أنت كبرتي شوية ولا هي نفس الحاجات هو أه أكيد زي إيه إيه اللي ممكن أنت تطلبيه من مامي وهي لا هي مفيش حاجة سبيسيفك يعني بس هي عموماً هي كويسة أوبن ماينت وكله بس بحاجات معينة بتاخد بالي بتاخد بالها وكده لا يعني إيه الخناءات التي بتخليني هتخليني لنا النهاردة لي مثلا الحاجة التي بتعمليها على طولي هم وانت جاي من مدرسة ايه بتعصبني بتوترني أنا عصبية جدا هي بتعصب بسرعة قوي قوي بسها مش بيكون قصدي والله مش بيكون قصدي بس هي بتعصب بسرعة بس في الأخير يعني بتهدى وكله بس هي عصبية طيب أنت مثلا لما عرفتيش مفاتيح العصبية بحيث أن انت ما تحاوليش تدوسي على حاجة معينة فتقوم بتعصبها هي عارفة العصبية ايه بتعملها مش بيكون قصدي عملها أصليا حاجات مش مش الناس مش بتتعصب عليها هي حاجات عادية هي شايفاني دراما كوين بس هي مكسوفة تقول دراما كوين بس هي مكسوفة تقول لأ يعني واسا ممكن تتخاني معها لشعرها اه طبعا اللي هو ما تسبيهوش ايه طبعا بتتخاني على طول ما عشان على شعرها بتتخاني كثير على اللبسها مش انه هو يعني انه هو هي ريتاج حبيبتي تحبيني يقلد الناس اه يعني هو للأسف يعني مش للأسف ممكن كلنا جنراشنز عموما بيبقى في حاجات تريند بيمشوا وراها بكرها كلمة تريند طيبا بكرها جدا بس حاجات كده بيلبسوا مثلا نفس الطب نفس الجينز نفس الشعر نفس فحبيبتي انت اللابسة ده عاجبك فانا بقى عارفة انا مش عاجبها امم انا عارفة عشان انا معمتك يعني متأكده فالوما لأ انت بتتخاني ده عشان كل الناس او الناس المشاهير البلوجرز او التيكتوكرز او كده لابسينه بس انا مش دايما كده موسيقى 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 طب انتي جوة السوشيال ميديا قوي جوة بالأسف انتو بتعملوا تيك توكس مع بعض طيب عشان انتي تبقي في الزون بتاعها بتحاولي تبقي بتشاركيها يعني ولا انا كنت عملا لعاكاونت يعني مش بتخيلها تكبر قوي كده خالص فاني هتقعد تتسلى في الوقت الفاضي تتفرق تسكرال بقى تشوف فيديوز بتاعها فمرة واحدة بقيت بقى عندها فولورز كتير قوي اكتر مني كتير وفانز ما مشي في الشارع كايدني مش ماشي معاها تصور معاها هي والله العظيم ما بقى بايش روها ممكن نصور معي تاجو اكسن بالله في دبي ومصر فلوها اقول اتفضل لو هي عايزة اوكي بتكلمك مش بترات مشغول طب ما تقول ما نهو باقول لأ انت تغييرت ما باقيتش تحباني طب وهم منزين الحلوة قبل الاكل ليه لا ده مش الحلوة ده الاكل ايه ده انا فتكرتوا جاتو لا ده مش جاتو هاسكين ده سوشي ايه شوشي راح على ارض يا صيورة ولا انت عشان بقى امور بتخطاف يولو بتعشا وتب من نظرة عينك في الصورة ايه شوشي بس باكا دخلت في الكورة ده ايه شوشي طيب ومامي كنت بتروحي معاها تمارين ايه؟ مامي كنت مش معاك فيها يعني ترفي كانت فرحانة جدا لا اهو انا اكيد وحشيتني اوي اوي يعني انا مش بعرف فقاض من ده طفيلة من غير مامي بس كان حيلي عادي يعني كانت في الساحل كانت في الساحل اول مرة بحياتها تسافر من ايه؟ اول مرة اسافر لوحدي خالص اه كان معايا صعبتي ومامتها معاها اكيد طبع اه طبعا ايوة بس وحشيتني اوي وكان نفسي يكون معايا بس يعني عندها تصفير يعني لو جات قلت لك مثلا اصلا داخلها مسلسل حالا لازم اروح الشهر اليونان هتعمل ايه؟ هروح معايا لو اليونان هتروح معايا اه لو كنت عارفة ان بور سعيد او حلو الحلوة دي اه لا بور سعيد اقرب من اليونان يعني لا بس انتي عايزة تسافري برا اكتر بس حتى لو هكوني بعيد مسافة اكتر فهتوحشيني اكتر اه اوكي انا 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 ظنت اظن مش لذيس انكم بيصر على انه ينام في حضنة تاني انتي اكتر ولا مامي؟ انا كنت اكتر بكون اعايزة انا معاها بس هدلوقتي اكتر بس هوا كيكة بنام مع بعض هل بتخافي تنامي واحدك؟ بتخافي متضلمة؟ او قد لان واحدة او قد لا بس اموسلي في حضنة طيب بتخافي متضلمة؟ لا عادي يعني عادي يعني مش مال بس امتاح اكتر وانا في حضنة طب وبعدين وبعدين افريدي اي حاجة لا مفيش اي حاجة ده خلاص يعني محسومة لا والله انا كنت قلت كل ما تكبر اكتر كل الموضوع ممكن يبقى اسهل تلا انه بقى اسعب انه ممكن افكر على اي حاجة شبه كده فريعت انه بقى مستحيلات يعني كنت متخيلة من هوش موضوع انا بتنام بس جنبي حاجات كتير تفاصيل اكتر تفاصيل اكتر بطير هي هي عندها قزمة كبيرة امممم يعني مش هتكون بقى مخصوصة خلاص طب بتعمله اي تاني بتروح معاكي التمارين تفرج عليه بخرج مع صاحبها دلوقتي انت عندك 2n teams اللي هم موجودين معنا اربع منهم اتنين منوارينا ملك ونوني هل هل ممكن تتعصابي عليهم مثل اتكتور اي حادي انا كونا عمال حاجة منще عزقنا كلنا عادي وماماتهم ممكن يتعصبوا عليكي احنا كلنا عيلة واحدة انتو بتعملوا ايه في الامعات لا احنا انا بخرج معاهم مثلا يعني لو خارج افنت او صحابي سهرانين اخرج مع صحاب ريتاج اخرج مع صحاب ريتاج يعني بطبسط معاهم بلاقي نفسي اكتر الخروج معاهم ممتع بشكل رهيب ليش عشان هما صحاب ريتاج هما يجننهم فالعلاقة ما بيني وما بين ريتاج هي صحبة صحابي هيفن ريتاج يعني فممكن ترح عند صحابي ليتقاعد معاهم فبس هما زي عايلي مش بس صحاب ريتاج كلنا عيلة واحدة الحمد لله ربنا يديمها عليكم هل ريتاج كانت تعرف ان انتي كنت بتسرقية عربية اختي كنت صغيرة كنت صغيرة اختيك كبيرة أفضح نفسها كانت روبا كانت سيديهات عشان عارف ان انا هاسر عشان عايز اتعلم فكادت بتحط السيديه على اغنية معينة وعلى قبليه معين في الاغنية فلو عربية دارت هيتم هيشتغل هيشتغل المزيكة فالاغاني هتلف ومتجيش على نفس الاغنية فكادت بتعرف من كده قبل ما تطلع عربية تتقوم نشغل فكادت قفشني طب بتعمل كده فيك ايه لأ يعني كادتخب المفتاح مثلا فتقولي نقفاش تك مكادتش تعملي حاجة ايوه هل انت تعلمتي السواقه بالطريقة دي؟ والله يعني اول مرة خدتها عالدقيري مش منطقي خالص وهي كتعبية صغيرة وهنشي قدام عربية نقلة كبيرة انا قدام العربية فلا فجيسي يعني الحقيقة كانت حمارية قاسية في صراحة انا سرقت عربيتها وقاية أختي كانت تسرق عربيتها يعني هي كده والله هي دحيتنا والله وانتي ممكن تعملي كده؟ لا اسرقها لا تاخديها بالصلاع النبي كده يعني اخذها انا عارف اخذ مفتاح وانزل حتى نزل من البيت حتى لو كراش رجلي انت بتعرفي أصلا؟ اعلمتها سوق اه اعلمتها سوق اعلمتها سوق يعني في الكمباوند اعلمتها عشان انا اللي معلماها عشان تفضل معايا كده ايو لا وعشان لو فكرت كده ما تعملش مصيبة بالعربية يعني انا لما سوقت سوق 18 سنة اه اوكي انا بخاف جدا حد الوقت انا ملتزمة جدا في السوق بشكل رهيب يعني امشي في اللين انت واضح انك ملتزمة عموما يعني انت قوانينية قوي جدا جدا في حياتي والسيستم عدم النظام يجنني يوترني معرفش ارتاح في مكان مفيوش نظام هي شبهك في ايو انت صغيرة انا لأ امامي لأ وحركات نفس الحاجة الغلطات نفس الحاجة الحاجات الحياة نفس الحاجة بس كتصرفات لا ليتا يعني خش اودة نوها بس اه موصيبة صودة موصيبتين عشر مصايب شوفي اودة نوها ويمسة في رشنطة اللبس والميوهات المبنيلة على الميوهات الناشفة والفوط اللي بداس عليها لا ده انا انا بقى الحاجات دي انا مقدرش عيش انا وخمس اصحابي في اودة وبنجهز مع بعض وكده لا 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 بنات في الاخر اوه بنات في الاخر بكون منظمة هي منظمة مامي منظمة انتي فوضوية طيب مامي بتحب تاكل ولا لا اوه بتحب العكل اوه بتطبخ؟ اوه دايما لا يعني ايه بتطبخ ايو بتعمل طبيق حد ايه ماكرونة بشاميل اه ماكرونة بشاميل كلم عني شوية بحبه وكفتة رز طحفة وفي تاني حالك كده بقى طيب الملوخية بتاعتها لسه وحشة يالله هوي مالها عملت كده الايه ده يا امام فضحتيني والله يا كدابة الرز ماش اتكلم والله العظيم ما تحلفيش ماما بتقولش الرز غير من ايدي واي اكل انت ايو بس تعملي حالة والله بعمل رز حالة تعمليه كتير قبل حد بدتلع صح زي ما انت بتحبها يعني ايه كتير الكيكة بس والله الكيكة بس تعارفة الرز اللي محروق من تحت ده من احلى حاجة يا لهوي اسود كله مش من تحت بس حرام عليكي لا بس والله دعمت على الملوخية بقوي بس هي بحب اكلها وملوخية بس انه ايه بس احبتي مجاملة بتقول كوارث في الاخر بس هي بس هي طيبة بس ده من اكلها حالة بتقفل حد تعمل هوليلي بقى تعمل باستا بس باستا باستا باكون لا أمل إلا مدرم لا دمان بقى لحد ما تحسي أن السكر خلاص ما بقاش محبب كده أيوه وأنا بقى اللي بعمل كده أكون لحظة نص الصحية لا أنا بحب أدخلها معايا المطبخ على طول عشان يعني تبقى يعني عندها إحساس بالمسؤولية شوية أو لما تكبر لو سفرت كمّلت تعليمه برّة أو تبقى معتمد على نفسها أنت زي متخيلة أن حمّت سفر إن شاء الله تتعليمي برّة هتعملها خطة أو أنا يعني لمامي هتوحشني أم لا يعني أعملها بلعان ليك أنت سيسيبك من مامي دلاتي أو أنا كي كده هيكون عندي مسألية كتير وأكتر بكتير لمامتي سيكون معايا بس يعني إن شاء الله خير أنا مش عارف إن شاء الله لسه مش قادرة تقرر يا عايزة إيه لسه مش مستوعبة أصلاً إن أنا فقطر في الجامعة ولأنا طبعاً مستعب لأن أنا مش سيبها أنا فترة دي أكيد أخذ فيها أجازة من الشهر وأبقى معي لو تدرست بره؟ أه طبعاً دعتزال ما هيلاق تسع شهور دراسة؟ إلا لو دخلت دورما؟ لأ برضو مش هوايا بي أخذ دخلي أه بس أنا نفسي روح دوعاً مش عايزة دورما؟ نفسي عايزة؟ أه بس يعني هاجي أجازات كتير يعني كل أجازة أي أجازة يعني عايزة تعودي في دخلية الجامعة بره لأ لاتس إنتي مدرسة إيه؟ إنجليزي ولا أمريكي؟ برات إنجليش بيتش بقى هتروح إنجلترا الدورماد هناك أعتقد إنها سيستم سيستم أكتر من الأمريكان أه طبعاً بس لأ أنا أنا مش هادر مش هعرف أكيد بس أنا نفسي عايزة دي بس أنا برضو مش هعرف لازم اديها شهر شهرين ما أنا عملت كده وديت بنتي خلنا الأوضة حبيبتي وحطينا الحاجة وغزلت روحت القتاف أفايا معقولة؟ مستديتش تبات حد بجت أه الله بقى الجو دا مش أول يوم أه فهي تشكلها تعمل كده أيها ما هتبست العمد كده طبعاً نعم نعم طب حكيلي أنت بتفرج على شغل مامي أم لا أه يعني دايماً أو دايماً لا يعني مثلاً دايماً إحساسك مع أصحابك وهي عاملة جعفر العمدة وتعليقاتهم زي ليلة برغم القانون هو عشان رغم القانون سي مخلص يعني ماشي بس الناس بتشوف وهو بيسألوا عليه كتير بس أنا ما عرفش حاجة أيه كيه كيه أصلاً في السكريبت ما تخلص خلص بتقطعه عشان ما نشوفش ونقول له أصحابنا وما تفرجوش آآ آآ بي أخلصة تفرج عليك مراحة أصحابش بحيبة أستنى مرد أنا بحيبة أتفرج مراحة بس أنت تعليقات أصحابك عليها في جعفر العمدة مثلاً آآ كانوا هتجننوا منها؟ آآ وانت بتدافع عنها ولا شايفاها برضو كريمنا؟ لا أنا كنت أنا كنت مع أصحابي كل حاكم بيسألني وكانت ضدي تماماً طبعاً هم هم ما عرفوش إلا في الآخر أنت كنت بريئة لحد آخر حلقة باية آآ آآ فغلبانة أوه؟ لا يا كنت شغلبانة؟ غلبانة من أني ناحية أيوة كانت ستة مفكرتيش تمثلي؟ لا مش عايزة يعني مش وقته مش وقته يعني بس في دماغك حاجة؟ يعني ممكن أكبر أجرب حاجة بس مش اللي أنا عايزها مش ده الكارير اللي انت عايزها عايزها شبه إيه؟ آآ مش عارفة الصراحة فاشن ديزاينينج ولا علم فيه هندسة وطبه الحاجة اللي أناك بالأوشن وحاية كده آآ آآ يئمة دكتور أطفال آآ آآ هيا أحب عوي فكرة إنها تبقى دكتور أطفال أو تكتشف المحيط آآ يعني جننا فكرة إن إحنا مش مكتشفين غير 7% بس لحد دلوقتي آآ أشانا بحب البحر قوي أحب الحاجات دي عموان أحب البحر قوي لو طلعلك جوز كده هل تعملي إيونتي في المركب؟ ها تلعب معي هادة طبطب عليها أهلا بيتي أهلا بيتي في العاصر بتتمني لماما إيه؟ آآ إنها تكون سعيدة وتكون الفخورة بنفسها وتحب نفسها وتشوف نفسها من عيني يعني روحي مش عانا فلساح إزاي بس انتي شايفة إنها ما بتحبش نفسها كفاية؟ لأ أيا بتحب نفسها الحمد لله أكتر منك؟ أنا نفسي تحب نفسها أكتر من تحبني أكتر من تحبني أكتر من تحب نفسها أكيد بس هازم تحط نفسها طبعشان هي في الآخر سوبيستوري في كل حاجة عمش في الشغل بس كأمو في البيت كل حاجة إيه ده ستة إيمان والله ما أخضع الكلام ده خالص في البيت طب إنتي بتتمنيلها إيه إيمان؟ آآ إنسانة رهيبة عندها الإنسانيات رقم واحد وأنا بحمد ربنا إن هي كده فبتمنى لها تكون نفسها واللي يجي في دمخها هي تعمله وتحاولش تبص حولها خالص لإني لو هي عمد كده زي ما أنا عايزة وأكتر بكتير بتمنى لها ما حدش يجعلها قلبها خالص خالص وقلبها يفضل كده زي ما هو طيب تحب الناس هي حبت قبل كده؟ يلا لا إله إلا الله طيب بصي بقى إحنا لازم نقول لها يعني تش أطفال تش أطفال تش أطفال تش أطفال مش أكتر آآ آآ أكيد وعندها 13 سنة يا لسا فيها تش أطفال والله يا لسا طبعا طبعا هي عارفة الحمد لله آآ طيب بصي أنا مضطرة أقول لها نورتيني ليه عشان ده امتحان بكرة أيوة وقعدة هي وصحباتها ليه عالين عشان نحن نعم مبادري أنا مبسوطة أو أني شوفت الكاريتاز وأنا أكتر والله و المرة الجاية بقى ممامي إن شاء الله المسلسل اللي جايت ومعامل حاجة كده برغم القانون وتبقى ضيفتنا برضو لالتي جي معاه إن شاء الله أوكي؟ ولو عملت أي حاجة فيها فن أو شطارة أو كده بليز قليلي علشان أنا حب أصطدفها لوحدها أيوة أنا هجي أقول لها اكتبا على طول إن شاء الله يا روح أنت مسمياني إيه؟ شايفة أن أنا كده فعلاً؟ دحكت حضرك حلوة وسعيد كده يختي جميلة راح قلبي حبيبتي ربنا يسعيدك عايز سعيد لي حبيبتي يا حبيبي تقلبي ربنا يسعيدك حبيبتي وبكرة هتطمن من مامي على الامتحان إن شاء الله تعملي حلو قوي إن شاء الله Thank you so much on our team Love you